السلام عليكم حديث إليكم في هذه الحلقة عن تطبيق VPN متميز جدا لكل من هواتف الأندرويد والآيفون على حد سواء لكن السؤال الذي قد يطرحه المبتدئون هو ما فائدة VPN أصلا لهاتفي وجوابا على هذا السؤال أقول لك بأن فوائد VPN كثيرة جدا لكن أهمها ثلاث فوائد أساسية الميزة الأولى أو فائدة الأولى لتطبيق VPN وأنه يحميك من الإختراق عندما تستخدم الواي فاي على هاتفك في الأماكن العامة مثل المقاهي أو الحضائق أو أي مكان عام فإذا كنت في مكان عام يمكن لأي مخترق أن يخترق جهازك أولا ثم يسرق أيضا معلوماتك وبياناتك وحتى أموالك إذا كنت تقوم بتعاملات مالية أثناء استخدامك للواي فاي في مكان عام ومع تطبيق VPN الذي يقدمه لك إن شاء الله في حلقة هذه فيمكنك أن تحمي نفسك من هذا النوع من الإختراق الخطير جدا الميزة الثانية أو الفائدة الثانية لتطبيق VPN موضوع حلقتنا هذه وأنه يمكنك من خلاله تجاوز الحظر سواء حظر المواقع أو التطبيقات المحجوبة أيضا مثل تطبيق واتساب، فايبر، سكايب وغيرها فأي موقع أو تطبيق محجوب يمكنك أن تستخدمه مع VPN موضوع حلقة هذه أيضا الميزة الثالثة التي يقدمها لنا VPN موضوع حلقتنا هذه هو أنه يقوم بتشفير اتصالك بالأنترنت مما يعني بأنه يجعل من شبه المستحيل أو من الصعب جدا على شركة الأنترنت التي تستخدم الواي فاي أو الوي في التابع لها التجسس عليكم معرفة المواقع التي تستخدمها إذن كل هذه الميزة وغيرها يمكنك أن تحصل عليها مع تطبيق Seed For Me كما قلت متوفر لكل من الأندرويد والآيفون وتجد رابطه أسفل الفيديو كالعادة بعد فتح تطبيق مباشرة تضغط على Continue ومباشرة كمتشاهد معي يوفر لك عدة دول مشهورة في VPN مثل سبين أو اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أفضل أنا شخصيا استخدام VPN الولايات المتحدة الأمريكية لكن بطبيعة الحال يمكنك استخدام VPN أخرى لتحصل على أفضل سرعة من خلال تجربة لهذا التطبيق وجدت بأنه مستقر كثيرا بدرجة كبيرة فعال وأيضا يوفر سرعة أنترنت قوية مقارنة بباقي VPN التي نعرفها عادة بعد ذلك مباشرة فقط تضغط على Connect ثم OK إذا الآن كما تريد معي التطبيق يعمل بشكل ناجح ويوفر لك كل ميزات التي ذكرناها ويمكنك إيقافه فقط بالضغط على Disconnect أيضا في نسخة الآيفون فهو يعمل تقريبا بنفس الطريقة كما تشاهد معي إذا تطبيق متميز والجميل في الأمر هو أنه يتم توفيع العروض جديدة دائما في هذا التطبيق وأتركك الآن مع المقطع الدعاء لهذا التطبيق المتميز وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخيل أنك مسافر تدخل هناك مقهى وأردت استعمال الواي فاي المجاني ربما لرفع بعض الصور أو التأكد من حسابك البنكي ماذا؟ الحاكر ينتظرون وروجك لإنترنت مجاني لسرقة كلمة السر لكن هناك طريقة جيدة لتصبح محمية بالمناسبة ماذا يحدث في المنزل؟ أتعتقد فعلا أن شركة الإنترنت لا تراقب كل تحركاتك؟ ما تشاهد من فيديوهات ما تزوره من صفحات يبدو لذيذا مما يريدون التدخل؟ من يدري ربما أحدهم يشاهدك الآن؟ اختفي بضغط تيزر لماذا يجب أن يفرض عنك المواقع المسموحة؟ اكسب تصريحا لكل الخدمات كن معاصرا في المدرسة في العمل في أي بلد؟ أجل في أي بلد؟ حتى هنا كيف؟ أمل أن تكون رسالتي وضحت الآن